امر ملكي واربعمائة واثنى عشر للهجرة واعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الامام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139 للهجرة 1727 للميلاد للدولة السعودية الاولى التي استمرت الى عام 1233 للهجرة 1818 للميلاد وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ارسته من الوحدة والامن في الجزيرة العربية بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار وصمودها امام محاولات القضاء عليها اذ لم يمضي سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الامام ترك بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240 للهجرة 1824 للميلاد من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت الى عام 1309 للهجرة 1891 للميلاد وبعد انتهائها بعشر سنوات قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319 للهجرة 1902 للميلاد ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية وسار ابناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها وبما ان منتصف عام 1139 للهجرة الموافق لشهر فبراير من عام 1727 للميلاد هو بدء عهد الامام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الاولى امرنا بما هو آت اولا يكون يوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم يوم التأسيس ويصبح اجازة رسمية ثانيا يبلغ امرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل السعود ترجمة نانسي قنقر